يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا من كل أهلوية نبدأ معاكم حلقة جديدة من السادسة في نهاية موسم يعني مش عارف أقول أكتر من ناجح موسم السسنائي الحقيقة لأهلي السندي كل جماهير نادي لأهلي رغم طبعا لسه في بطولة الكاس عندنا بإذن الله مطشين إن شاء الله المطش الأول الداخلية وإذا كان لنا أن نحن نكسب بكرة مباراة لعب بكرة إن شاء الله الساعة 6 يبقى هيكون عندنا مطش تاني يوم 3 أغسطس يوم الخميس اللي جاي في مواجهة المصري في دور التمانية الموسم لسه ممتد لكن من النهار ده أو من شوية فاتوا كمان الناس كل الناس بتسأل حقيقة يعني أي حد بقبله الشرق عرفه ومعرفوش بتسأل على مركاته الأهلي وبتسأل على صفقات الأهلي وبتسأل على تدعيم نادي الأهلي واحد طبعا سيبك من الأسماء قصة الأسماء دي وإحنا نتكلمنا فيها كتير يعني بالتأكيد طبعا أنت بتتكلم على موسم قادم هو موسم صعب جدا نبتتكلم على مستوى التحديات كبيرة جدا ومستوى تموحات للجماهير يعني كبير جدا لكن في النهاية عشان أجاوبك على قصة وتعلم أن أتكلم في قصة المركاته الأهلي عايز إيه؟ وجمالين الأهلي عايز إيه؟ واحد عشان تجاوب على سؤال صفقات النادي الأهلي لازم تعرف كيف يفكر مارس الكولر أو ماذا يريد مارس الكولر دي نمرة واحدة نمرة اتنين لازم تبص على السنة الجاية أو الموسم اللي جاي إيه المختلف عندك عن الموسم الحالي أول مواسم مارس الكولر ولحق فيه أعتقد رقم قياسي مفيش مدرب من أول موسم ليه قدر يحقق العلامة الكاملة نمرة ثلاثة لازم تعرف وتقيس لعبتك أو سكواد اللي موجود عندك مين ممكن تستنى عليه شوية أو تفكر أنه يتطلعوا عارة مين راحل عن النادي الأهلي بشكل النهاية وخدوا بالك في ملف الرحلين فيه كلام كتير جدا هيتقال ولسه فيه سيناريوهات كتير جدا مختلفة لكنها مش هزبع الأحداث لأنها لغاية لما الأمور بتتم بشكل نهاية ما بقدرش أتكلم فيها سواء ناس جاية أو سواء ناس رايحة لكن واضح جدا أنه التفكير كولر بشكل رئيسي هي على الرغم على الرغم خد بالك من أرقام الأهلي مع كولر وعلى الرغم أنك هنم بتتكلم على مسألة المهاجم الصريح من أول الموسم لغاية نهايته ورغم كده الأهلي مع كولر سواء إفريقيا أو محليا هو يعني رقم واحد تتكلم على فريق صاحب أقوى هجوم في بطولة دولي أبطاء تتكلم على فريق صاحب أقوى هجوم في بطولة الدولي المصري إذن المنظومة السويسرية اللي بيحاول يكملها كولر واللي باينة بشكل كبير جدا في الصفقات الأهلي اللي تمت أنا بتكلم على الصفقات اللي تمت صفقات مسيقة الجامع سواء تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها إيه اللي محتاجه مارسيل كولر الصفقات دي أو الصفقات اللي تمت بالفعل دي في أغلبها بتميل للنحية الهجومية لكافة الهجوم للحلول لمفاتيح اللعب طيب هل كولر محتاج مهاجم صريح مازال محتاج لمهاجم صريح الإجابة قطعة نعم واللي يأكد على ده هو طبيعة المنافسة في الموسم اللي جاي انت هتلعب مسابقتين أصعب كتير جدا من الموسم اللي فات صحيح انت لعبت واحدة منهم وهي كاس عالم الأندية لكن حتى وإن كنت وده بإجماع الأهلوية قدمت فيها عروض قوية حتى في المباريات اللي خسرتها قدام ريال مدريد قدام فلمينجو لكن طموح الجماهير نادي الأهلي واعتقد طموح كولر شخصيا انه يروح في البطولة دي لأبعد مما حققوا النادي الأهلي على مدار مشاركاته كلها وبالتالي وخصوصا كمان هربط ده بالكلام اللي أنا قلته قبل كده انه ممكن دي تكون فرصة أنا مش عايز أسبق الأحداث يعني محدش بيعرف الغيب فيه ايه وما حدش عارف طبعا الأهلي ممكن يروح لفين في النسخ اللي جاي لكن من نسخة 25 شكل البطولة مستوى المنافسة فيها درجة صعوبتها تراكم مطشاتها قد بقى انت بتلعب أقصى عدد من المباريات ممكن تلعبه في بطولة زي بطولة الكاس العالم بنسختها الحالية هم أربع مطشات يعني السنة اللي فاتت انت لعبت مع أوكلاند ثم سياتل ساوندر ثم ريال مدريد ثم فلمينجو 3 و 4 لكن النسخة الجديدة وكان ليها تأثير سلبي النسخة القصيرة دي لما بتشارك فيها في نص الموسم بتبقى طبعا اللعيبة عندها طموحات كبيرة عارفة ان الجماهير مستنية إنجاز كبير جهاز الفني مهتم لانه بيلعب مع كبار العالم فاترينة عظيمة جدا بتشارك في بطولة بالحجم ده لكن في النهاية أربع مباريات بتأثر بشكل كبير جدا وأثرت علينا فعليا فيما بعد في بقية المسابقات طيب ما بالك بقى وانت رايح تلعب بطولة هيشارك فيها 32 فريق أنا بكلمك عن نسخة 20-25 مش النسخة اللي هتتلعب آخر السنة دي في السعودية النسخة اللي هتتلعب السنة دي في السعودية هتتلعب أو هتكون آخر بطولة هتتلعب بالنظام القديم وبالتالي حلمك طموحك إمكانياتك في أنك انت تتحقق مركز أكبر بكتير جدا من نسخ أو من نظام المستحدث اللي هيتم تطبيقه بعد كده المهاجم ضروري أكيد ضروري بالتالي سواء كان قرار مستر مارسل كولر أو رؤية مستر مارسل كولر الكلم فيها من بداية الانتقالات الشتوية سواء كان حجم التحديات عدد البطولات مش بس كاسي العالم تتكلم كمان على الدوري الأفريقي أو البطولة اللي كانت مسمى بالسوبر ليج اللي تم استحداثها أعتقد برضو حجم المنافسة فيها حجم الجواز المالية فيها يفرض عليك أنه يكون فيه صفقة من العارة تقيل الدايلاما الوحيدة الدايلاما الوحيدة أو المشكلة الوحيدة دايما هي فكرة التوقيت فكرة أنت بتتحرك إمتى عشان تحسب ملف صفقاتك بشكل عام وخصوصا لما يكون فيه مركز مهم جدا زي مركز المهاجم والمهاجم على مستوى مصر وعلى مستوى العالم الحقيقة بقى عملة ندرة وإلا ما كناش نسمع عن الأرقام الفلكية اللي بتدفع في مهاجمين تقريبا قربوا يبطلوا كورا يعني تتكلم على العيبة عندها 37 و 38 سنة نهاردة بتاخد أرقام فلكية كنتش بتسمع عن مركاتو بيحصل بمئة الملايين كان الرقم لما بيتقالل أنه فيه العيبة هتدفع فيه مئة مليون أو مئة وخمسين مليون ده كان رقم فلكي وكان ممكن على مدار السيزن كله على مستوى العالم كله بما فيهم الدولات الخامسة الكبرى نلاقي صفقة واحدة بس قول صفقتين من النوع ده النهاردة بنسمع الأرقام دي عادي جدا وقاربهم طبعا جنبنا في السعودية اللي آخر الصفقات طبعا المدوية اللي حصلت أول اللي علواشك أنها تتم أول اللي بيني وبينك من الكواليس بقولك أنها تمت ساديو معنى من بير ميونيخ للنصر السعودي وبالتالي أنت بتجد معاناة شديدة جدا من حس التوقيت هدلل على ده وأنا يعني متعاطف جدا جدا مع الدخلية بكرة مع فريق الموسم بتاعه انتهى حاول تفهمها زي ما تفهمها هي منطقيا ما تتفهمش بس هو فريق الموسم بتاعه ما زال مستمر والاسكوات بتاعه رحل لأن الموسم انتهى هتفهمها زي ما عرفش ودي ده لما بيعيشها كل فرق المصري سواء في خروج لعبين من قيمتهم أو سواء في انتداب لعبين جدد وخصوصا خصوصا مش هتواجه المشكلة دي لما تكون بتنتدب لعيبة أو بتشتري لعيبة في السوق المصري لأنه كلنا سواسية كلنا حالنا شبه بعض وأجندتنا شبه بعض لكن لما تيجي تتكلم على بيع للخارج أو تيجي تتكلم حمدي فتحي طلع قبل من الأهل يخرج الموسم يخلص الموسم بتاعه يمكن نجاح الأهلي في حسم الكم الكبير من الألقاب واقترابه من لقب بطولة الدوري قبل ما المسابقة تنتهي بأسابيع سهل القرار دا لكن هل تعتقد أنه كان من الممكن لو الأهلي بيواجه منافسة شديدة جدا محلين أنه ممكن كان القرار يبقى بنفس السهولة فيه اعتبارات كتيرة جدا طبعا بتحطها قدامها قدارة النادي الأهلي لكن السؤال لو الأهلي كان بينافس أو كان بيجد صعوبة في المنافسة على اللقب هل كان ممكن يستغنى عن واحد من أهم العناصر الأساسية اللي بتلعب في صفوفه لأكتر من موسم بالسهولة دي أعتقد أنه الإجابة كانت تحتمل سيناريوهات كتير داخلية بكرة هيلعب وهو براء قيمته أعتقد 18 لعب إزاي؟ بتعرفش أنا طبعا يعني موقف صعب جدا والحقيقة الناس والأهلي ما تأخرش حتى لما إدارت نادي الداخلية طلبت من نادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي كان وافق طبعا الرفض حصل من اتحاد الكولر هو مفهوم طبعا أنه ما فيش وقت والدنيا دهيئة جدا ولسه في مباراة دور تمانية هتجمع الفيز من الأهلي والداخلية مع المصري يوم تلاتة أغصص على كل أحوال خلينا نتكلم في المركاتو تعالوا نقيم كده ونشوف شغل مرسل منظومة اللي بيحاول يطبقها مرسل كولر مع النادي الأهلي الموسم ده واللي نجح فيها بشكل كبير جدا في ظل الأوراق المتاحة لي حتى مع تدائمات يناير اللي هو طبعا كان ليه رأي أو كان ليه ساي فيها وتعالوا نشوفه نحاول نقرأ الراجل بيفكر إزاي فيه المركاتو اللي جاي عندي أخبار طبعا عن مطش الأهلي والداخلية عن عودة بعض اللاعبين لزهور مرة تانية في قائمة النادي الأهلي المستبعدين أو الخارجين من حسابات مرسل كولر تمرينة الأهلي النهاردة إن شاء الله هنحضرها مع حضراتكم في نادي الأهلي في ملعب مختار التيتش بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بالأخبار نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم قبل ما أبدأ مع حضراتكم بالأخبار الحقيقة عايز أتكلم مع جمهور نادي الأهلي أنا الحقيقة بسق جدا جدا في سنسور الجماهير بشكل عام وفي جمهور الأهلي بشكل خاص قدرته على إنه يقرأ ما بين السطور في مواقف كتير جدا بتعدي علينا على مدار الموسم وخصوصا الموسم اللي إحنا مرنا به الموسم الحالي اللي كشف حاجات كتير جدا كشف مش بس كورة مش بكلم كورة لأنه الأهلي طول عمره كبير والأهلي طول عمره العادي بتاعه إن يكسب أغلب الألقاب مش أقول كل الألقاب لأنه مفيش فريق يقدر يعمل ده بشكل مستمر يعني لكن كشف فوارئ كتير جدا موجودة على كل مستويات مش بس جهة ملعب الكورة ومش بس فيما يتعلق بسكواد أو جهاز فني لكن كمان في طريقة التعامل وخد بالك إنه المنظومة عندنا هنا في مصر منظومة كورة القدم يعني ودي يسأل عنها الجميع أنا يعني يعني الرشدة دي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا والأسف شديد جدا ما فيش حاجة بتتغير الواقع اللي احنا بنعيشه هو نفس الواقع المكرر كفيه فيلم اسمه جراوند هوك داي بيحكي قصة أنه البطل بيصحى كل يوم المنبه بتاعه بيضرب الساعة 8 هو نفس اليوم بتاعه مبارح وهو نفس اليوم اللي هيتكرر كل يوم الأحداث هي هي من حواليه لكن البطل هو اللي بيتعامل بشكل مختلف تقريبا تقريبا السيناريو ده الأهل بيعيشوا كل موسم في الكرة المصرية الكلام هنا مش اتهام لحد بقدم هو تحديد مسؤوليات كل المشكلات وارجعوا كده للفيديوهات وارجعوا للتاريخ مش بس اللي احنا اتكلمنا فيها في قناة الأهلي اللي بيكلم فيها تقريبا كل العاملين في مجال الإعلام واللي بيكلم فيها السوشيال ميديا ملف التحكيم ملف الفار ملف الجدول المسابقات ملف التوقفات ملف المؤجلات ملف العقوبات ملف لجنة الانضباط كل المشكلات والسيناريوهات اللي بتعطل مشوار أو مسيل التقدم الكرة في مصر على المستوى الندية وعلى المستوى المنتخبات الإعراض الملف المحترفين في الخارج كلها تقريبا تقريبا بنتكلم فيها كل سنة هي هي مفيش ملف منهم حتى تحسن نتحرك لقدام اه في مجهودات ما حدش ينكر السنة دي أحسن مسال قبلها في حاجات مثلا زي عودة الجماهير السنة دي أحسن من قبلها نسبيا في قصة الملاعب لكن على مستوى التفاصيل لا أنت عندك مشكلات عنيفة جدا مشكلات مرتبطة باللوايح مشكلات بس المهم يعني ما نخش في موضوع ده ونكرره مرة تانية لأنه يعني يعني ده موضوع طويل ويطول شرحه لكن اللي عايزة أقوله في النهاية أنه إزاي بيتعامل الأهلي مع المنظومة اللي فيها هذا الكم الكبير من الخلط ومحدش محدش يفكر ياخدك لخناءات جانبية محدش يفكر يستدرجك واحد الأهلي ليس في خصومة والأهلي طول عمره ده مش بس الكلام ده السنة دي الأهلي ليس في خصومة أو لم يكن طرفا في خصومة مع أي كيان وفرق بشكل كبير جدا ما بين الاسم والكيان بما فيهم حتى كل الأندية المنافسة بل على العكس على مدار السنين طويلة جدا على عكس ما يتم تصديره أو تصويره أو محاولة إيصاله لكتير من جماهير الأندية اللي بتنفس الأهلي أو حتى اللي كان بتنفس الأهلي كان الأهلي طول الوقت على علاقات طيبة جدا 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 مع الأندية دي يقينا ويشهد على الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده مش الأهلوية مش النادي الأهلي أو أطراف كانت بتنتمي النادي الأهلي يشهد على الكلام ده المسؤولين والقائمين على الأندية دي في أزمنة وفي عصور مختلفة وممكن أقول لحضراتكم قيمة تطول من المواقف اللي أثبت فيها دايما النادي الأهلي إنه كبير الأندية المصرية وإنه الكبير مش بس ببطولاته وبتاريخه لكن كمان بتصرفاته وكتير من المواقف اللي بقوله حضراتكم عليها كان الأهلي داعم الأندية دي طيب المشكلة جاية منين حالة التوتر اللي ممكن يكون ناس أو خلينا أقول بشكل واضح أشخاص بيشتغلوا عليها إدارين ممكن مسؤولين أو رؤساء ممكن جدا وإعلامين طبعا وبشكل قاطع هي مشكلة مع أشخاص ثق تماما ثق تماما إما بدأ الدوافع مختلفة طبعا أكيد يعني مش كلهم دوافعهم واحدة في ناس وللأسف كمان في ناس كبت انتهى فيهم لأي بنادي أهلي هدفها في المقام الأول والأخير تصفيت حسابات ناس بتصفي حسابات مع النادي الأهلي كانوا في يوم من الأيام ممكن من ولاده كانوا في يوم من الأيام دخلوا من بوابة النادي الأهلي على أساس يكونوا جزء من منظومة وللأسف الشديد جدا ثبت أنه تركبتهم أخلاقياتهم تصرفاتهم ما تنفعش أو مش متصقة مع طريقة الشغل في نادي الأهلي فكانت نهاية العلاقة كل ده غيرة من نجاح محولة لإيجاد شماعات يعلقوا بيها فشلهم أو عدم نجاحهم أو عدم قدرتهم على مجرات النادي الأهلي وبالتالي الخصومة هنا مع أشخاص تنتهي أكيد بزوال الأشخاص دي من مناصبها تنتهي بزوال الأشخاص دي من مناصبها طيب هفتح معكم صفحة الداخلية الأول وهنروح للتمرينة زي ما قلت لحضراتكم طبعا بكرة مباراة دور مباراة كاس مصر مع الداخلية مباراة مهمة جدا حتى في ظل الظروف وإحنا شوفنا أمكي الأهلي فاز في دور 32 على السويس بشق الأنفس والسويس كان فريق مجهول الهوية بالنسبة لنا وكانت مباراة صعبة مباراة دور 16 بكرة إن شاء الله مع الداخلية مباراة برضو برا الحسابات رغم إنه في عدد كبير جدا من لعبة الداخلية مش هتشارك في المباراة لكن دايما المطشط الكاس ملهاش أماني يعني زي ما بيقولوا وبالتالي ننتظر إن شاء الله الأهلي بكرة مباراة قوية يحسن بيها ويحق بيها اللقب الأخير المتبقي في الموسم الحالي مباراة السوبر الأفريقي اتأجلت غالبا عشان تكون مع أو قبل طبعا فترة بداية كاس العالم مباراة اللي هتجمع بين الأهلي والتحاد العاصمة فنحسبها على الموسم القادم إن شاء الله خليني أقول لحضراتكم إنه المباراة دي قد تشهد عودة بعض الأسماء وأيضا هتشهد بشكل أكيد طبعا خروج بعض الأسماء منهم محمد شريف عمر السلية ومتولي قريبين جدا من الدخول في قائمة الفريق مشاركتهم يحددها مارسل كولر وتحددها جهزيتهم الفنية لكن من الوارد حتى لو ما بدأوش بشكل أساسي ممكن مستر مارسل كولر يعني يديهم جزء من المباراة بحيث إنه يستعيدوا ليقت المباراة خصوصا إنك لو فست بكرة هيكون عندك مطش صعب جدا دور التمانية يوم الخميس الجاي قدام المصري البورسعيدي طيب من الأخبار اللي معنا النهاردة خبر عن اتحاد الكورة اتحاد الكورة اللي بيحط ضوابط وقواعد المشاركة في الأندية المصرية اتحاد الكورة قرر أنه هو يقلل عدد اللعيب المعاراة من نادي واحد لست لعبين يعني النادي مش هيكون مسموح لي أنه يعير لعبين أكتر من ست لعبين وأعتقد أنهم كمان حددوها أنه ما يكونش فيه أعارة لنادي واحد أكتر من ثلاث لعبين يعني من حقك تطلع ستة وبحد أقصى لنادي واحد ثلاث لعبين حقيقة يمكن يعني أنا متفاهم طبعا فكرة أنه فيه رغبة في إتاحة مساحة أكبر للمنافسة يمكن سيطارة الأندية الكبيرة عموما يعني في مصر على عدد كبيرة جدا من اللعبين على الرغم من أنه أنا يمكن يكون مش مقتنع بدأ يعني ممكن يبقى لاوة أو فيه ناس تانية مش لازم أنا شخصيا يعني ممكن ناس تانية تشوف أنه ده واحد من أهم واحد مصادر التمويل قدرة الأندية خصوصا الأندية اللي عندها قواعد ناشئين كبيرة في مصر عندك أندية مش بس أندية جمهرية عندك أندية زي أمبي عنده قطاع ناشئين محترم جدا المقولين عنده قطاع ناشئين محترم جدا ودي دجلة عنده قطاع ناشئين محترم جدا ودول مش من أندية جمهرية وبالتالي فكرة أنك أنت تدي مساحة مشاركة واحد استفادة اقتصادية للأندية اللي بتطلع لعبتها على سبيل إعارة أكيد طبعا فيه مكاسب للتلات أطراف اللاعب اللي ممكن يكون مصيره الدكة أو مصيره أنه يبطل كرة أساسا هياخد فرصة أنه يلعب في نادي تاني يكون محتاجه محتاج إمكانياته اتنين النادي اللي هيعير اللاعب ده هيستفيد استفادة مادية ويستفيد من أنه اللاعب بتاعه هيشترك فيه مسابقات رجليه هتكون في الملعب هيكتسب خبرة ففي حال عودته مرة تانية هيكون اكتسب خبرة ما كانش ممكن يكتسبها لو تواجد في الفريق أو تم الاستغناء عنه نمرة ثلاثة الأندية اللي ممكن تكون ما عندهاش المقدرة المادية كبيرة جدا على أنها تبرم صفقات شراء وبيع ما عندهاش إمكانيات مادية تدفع أرقام كبيرة في اللاعبين وبالتالي حل أو اللجوء لحل الإعارة هيكون حل مناسب جدا لهم ويستفيدوا بإمكانيات اللاعبين وفي النهاية فكرة أنك بتوسع قاعدة المشاركة أنك بتدي فرصة لنجوم جديدة تطلع تزق الأجيال اللي موجودة إما باحتراف خارجي أو إما بتقليل سقف النفقات النهاردة أنت لما بتتكلم على صفقة في الدولة المصري وتسمع رقب 10 مليون و15 مليون أو حتى الأندية المصرية لما بتروح الأندية المصرية بقت معروفة أنها أندية غنية يعني النهاردة في أفريقيا أي نادي مصري بيروح يتفاوض مع لعب أفريقي معروفة أندية المصرية بتدفع لكن لما تيجي تقارب مثلا حجم إنفاق الأندية المصرية بنادي مثلا أو أندية زي أندية المغرب أو أندية زي أندية الجزائر أو أندية زي أندية تونس مش الأندية دي موجودة على الساحة وبتنافس ترجي مش بينافس الوداد والراجا في المغرب والجيش الملكي ونهضة بركان مش موجودين على الساحة في أفريقيا اتحاد العاصمة الجزائري مش بطل كونفيدرالية السنة دي تعال اشوف وقارن كده بين مستوى الأجور وحجم الصفقات حجم السوق في الدول تلاتة دول دول شمال أفريقي بمن هم قريبين مننا أوضحهم ظروفهم شبهنا شوية تعال اشوف قيمة الانتقالات والعقود عندنا هنا في مصر عاملة ازاي فبالتالي يما تتيح قاعدة أكبر للمشاركة من الناشئين ومن اللعبين للشباب اللعب الناشئ عندنا بيوصل لغاية 23 سنة ولسه بنقول عليه ناشئ كم الكبير جدا من قطاعات الناشئين في مصر اللي بتطلع كل سنة كام لعيب كام لعب بيطلع كام أنا بكلم عن مستوى مصر كلنا مش بكلم عن مستوى نادي الأهلي مثلا كامك أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصري وجونة وزد امتظروا زد أنا بقول لكم استنوا زد السنة الجاية وفيوتر وبيراميدز وحتى الأندية الصغيرة عندها في الأندية كتيرة كده عندها قطاعات ناشئين كام واحد منهم بقى بياخد فرصة للمشاركة كام واحد منهم بيبقى علامة في فرقته أو في الدوري فيعني مع كامل الاحترام والتقدير طبعا فكرة التنافسية مطروحة وممكن تبقى في وجهات نظر تانية طبعا نحترمها مختلفة مع الأراء دي من قرارات اتحاد الكرة كمان فكرة انه هيحدد عشر تلاف جنيه رسوم يتم سددها لأي لعب في الدولي المنتز فعندية الدولي المنتز عنده رغبة في شكوى هنا دي وقال الاتحاد انه لن يتم البت أو البحث في الشكوى دي ما لم يتم سدد معظم رسوم كمان نقرر اتحاد الكرة عدم السماح للأجهزة الفنية بدخول الملعب في الموسم الجديد إلا بعد ما يتم الحصول على بطاقة حضور مباريات وأكد اتحاد الكرة العندية ودي نقطة في المنتهة لأما احنا جايين لها بالضرورة توصيق العقود وسدد نزمة الثلاثة في المية من قيمة العقد قبل انطلاق الدول الجديد حضركم عارفين انه بعد انتهاء مطش الأهلي والمصري انتهى الموسم وتاني يوم اتفتح باب القيد أنا أتمنى الحقيقة مشانا كنت بكلم حضراتكم في آخر الاسبوع اللي فات على مشاكل التمويل في اتحاد الكرة ومشاكل الحكام ومستحقات اللي بلغت مش عارف كم وعشرين مليون جنيه ورغم يعني رغم مصادر الدخل من الرعاية ومن رسوم القيد ومن مصادر كتيرة جدا متعددة اتحاد الكرة كان بالنسبة لي علامة تستفهم ازاي الحكام على مستوى كل البطولات أنا شكلمكم دوري ممتاز بس كلمكم ممتاز به وبكلمكم دوري درجة تانية او تالتة وحتى دوري الدرجة الرابعة مطشات منتخب حاجات كتيرة يعني يعني كل ملف الحكام بالكامل يعني ليهم متأخرات حوالي مش عارف خمسة عشرين او ستة عشرين مليون جنيه وده كان بالنسبة لي علامة استفهم لانه الرقم مقارنة بدخل اتحاد الكرة المصري ما اعتقدش انه رقم كبير يعني وبالتالي هل مفيش في قزمة سيولة في اتحاد الكرة يعني السبب المقنع اكيد الفلوس دي مش موجودة في خزنة الاتحاد ومش الاتحاد مش عايزة طلحها مثلا يعني دي مستحقات حكام ممتدة من شهر يناير اللي فات واكيد طبعا يعني مفيش حد طبعا يعني فيه ناس بتشتغل عشان بتحب الشغلانة ده اكيد لكن مفيش حد ما بيشتغلش عشان يضحي باجره او ما يتقضاش اجره يعني فانا اتمنى في موضوع القيد بما انه واحد من اهم مصادر الدخل يعني الشكاوى العقوبات على الاندية حاجات كتيرة جدا يعني بتخش الاتحاد اتمنى يكون فيه شفافية في طرح الملف القيد تحديدا يعني بيبقى انه باب القيد تفتح مفترض انه اي نادي عشان يقيد لعبيه مفترض انه يكون مسدد كل المدينيات بتاعته او على اقل لو اتحاد الكورة مثلا يعني سبيل المثال مدي استثناءات مدي استثناءات مدي استثناء النادي هنا مدي استثناء النادي هناك طب تعالى نقطعهم حتة حتة طب تعالى ندفع جزء جزء مثلا يعني مثلا لو ده سيناريو وارد لو ده سيناريو وارد احنا محتاجين شفافية محتاجين نعرف اتحاد الكورة ليه كام عند مين ويدفعوا ازاي هل ده سؤال لا يجب ان احنا كعلام رياضي نطرحه هل في مشكلة عند المسؤولين في اتحاد الكورة في انهم يتمتعوا بالنزاهة والشفافية في طرح الموضوع ده على الرأي العام الرياضي على جماهير الكورة في مصر عشان نعرف الامور بتمشي ازاي فاتمنى سواء بما انه فترة القيد بدأت بالفعل من يوم ايه 28 او 27 مش فاكر يعني بما انه فترة القيد مفتوحة عايزين نعرف ايه الوضع بالنسبة للاندية المصرية وليه ممكن اندية تأ يعني اندية اندية كتير اندية ممكن تكون ايه الاغلبية تتعرض لظلم بين او لعدم مساواة بلاز ظلم لعدم مساواة وتدفع ضريبة ما هو الحكام على فكرة لما ما يبقى يعني لما الحكم ما يبقى ما بيتقضاش اجره ما ده بيأثر عليه نفسان ومعنوين وده ممكن يأثر بشكل كبير جدا زي مطش الاهلي في خطأ فادح فضيحة ونرجع نلوم على الحكام اصل مستواهم اصل اخطأهم اصل تأثيرهم وده انا كاهلي ما بتضررش مثلا سيبك من ان انا فست باللقب وبالبطولة فمفيش عندي الصداع فيه القاب قبل كده ان اخسرتها كان التحكيم فيها دور واضح ودوح الشمس ودور رئيسي مش بس فقدان الاهلي لعدد من النقاط ومش بس في عدم احتساب اهداف واضحة وضوح الشمس لكن كمان فيه مجاملة الانديا المنافسة فنتمنى ان يكون فيه مزيد من الشفافية في الجزئية دي ريال مدريد كلاسيكو اسباني على ارض امريكية ريال مدريد في مواجهة باشتونة دعوة الاستمتاع طبعا كل الفرق في العالم كله بتخلص المراحل الاعداد بتاعتها وبتخلص مطشطها الودية وعلى واشك خلاص انها تبدأ الموسم الجديد كمان ايام انا مش عارف بصراحة قصة تلاحهم المواسم وقصة النهايات المتأخرة والبدايات المتأخرة دي هتوصل بينا فين واتأثر علينا زي الموسم اللي جاي ويريد حد يقول لنا يعني اخصصنا لجنة المسابقات اتمنى تصوركم ايه من بدري كده من بدري من بدري تعالوا من بدري عشان نعرف نفكر مع بعض ونفكر بصوت عالي لانه الموسم اللي جاي مأساة مأساة على الكرة المصرية مأساة بكل المقاييس تصفيات كاس عالم امم افريقيا اولمبياد كاس كونفيدرالية تشامبيونز ليج دوري افريقيا بطولة عربية دوري محلي كاس اديم كاس جديد كاس رابطة كاس سوبر افريقي كاس عالم اندية طب ازاي يعني ازاي بجد والله فياريت نسمع في الايام اللي جاية تصور يعني مبدأي الموسم اللي جاية على الكرة في مصر بطولة امم افريقيا انا قلتها ولا ما قلتاش قلتها قلتها منتخب الاول امم افريقيا وتصفيات كاس عالم ومنتخب اولمبيا عندنا اولمبياد باريس 24 فبالتالي موسم يعني استثنائي خلينا شوف كده رأي عشرف هنتكلم في المركات ونتكلم في مطش بكرة ومطش الداخلية ونتكلم في منظومة ميستر مارسل كولر وايه الطريقة اللي ممكن يكون بيفكر فيها او اللي يكون محتاجة عشان يقدر يحافظ على نفس المستوى النجاح مع الاخذ في الاعتبار والتحديات السنة الجاية طبعا مختلفة تماما خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل السادسة اذا كان الحقيقة فيه فضل لحد في نجاح الاهلي بشكل كبير طبعا المنظومة كلها محدش يقدر يقولن اي من عناصر المنظومة ما قامتش بدورها وما استعدتش وما حضرتش وما كانش عندها رؤية الكافية للاهلي من بداية الموسم لنهايته عشان توصل للمستوى ده من النجاح بس انا بشوف الحقيقة انه لو رتبناهم كده بشوف انه منظومة مارسل كولر والمنظومة دي ده شاملة حاجات كتيرة جدا هي يمكن يكون لها الفضل الاول في النجاحات اللي احنا حققناها وعشان تستمر المنظومة دي على نفس المستوى مع تحديات اكبر نتكلم على موسم مهم جدا جدا بتشارك فيه في بطولتين في منطقة الاهمية طبعا كل البطولات مهمة الدوري والكاس قديم وجديد وشامبيونز ليج او دوري ابطال افريقيا في منطقة الاهمية لكن فيه نظرة خاصة ومختلفة شوية بنسبة الاهلوية لبطولة كاس العالم وانا اتكلمت مع حضراتكم اللي تابعنا من بداية الحلقة في نسخة اللي جاية من كاس العالم وايه هي سبب اهميتها وليه هي الفرصة اللي محتاج الاهل ان يستغلها افضل استغلال وينتهزها لتحقيق انجاز جديد في كاس العالم لانه النسخة اللي بعد كده زي ما اتكلمت وشرحت هتكون طويلة اكتر صعبة اكتر وطبعا بطولة الدوري الافريقي اللي كان معروف باسم السوبر ليج للي ما يعرفش ودي بطولة مستحدثة وطبعا الاهل يهموا تحقيق اللقب في اول نسخة وخصوصا مع المكاسب المادية خلونا نتكلم في ده ونحاول نطبع ده كمان على شكل امريكاة ونحاول نحط ادينا كيف تفوق مارس الكولر في اول مواسمه مع الاهل مع نجمينا النهاردة نجم الكبير والصديق العزيز اشرف ممضوح مساء الخير يا احمد وحشتنا جدا يعني بقى لي فترة وشفتك يعني استعيد بوجوده دايما معك نور الدنيا دايما يخليك واحد تيجي نقرأ الموسم الاول بتاع مارس الكولر ونحط ادينا اعتقد انها فترة دايما بنقول نستعنى الموسم لغاية الاخر عشان نقدر نقايم صح لما نيجي نقايم الموسم اول لمارس الكولر ونحاول نقرأ الراجل ده تركبته طريق تفكيره المنظومة اللي حطاها مع النادي الاهلي ونجح فيه انه يتفوق فيها اشرف يقرأها ازاي انا شايف من المدربين الولايلين جدا اللي تولوا الادارة فاني النادي الاهلي من من العبقرة لانه انا شايف انه تعامل في كل الملفات بشكل متزن جدا بشكل هادئ جدا ونجح في كل الملفات دي بمعنى انه تعامل مع عقلية اللعب المصري بشكل رائع جدا احنا مفيش عندنا الحمد لله ولا مشكلة مع اي لعب حتى الناس كانوا بتكلموا على ايمن اشرف في النهاية مثلا ولكن الحمد لله علاقة طيبة يعني العلاقة طيبة هي علاقة طناعات مش اكتر ولكن العلاقة طيبة ما بينه وبين ايمن اشرف علاقة الميستر كولر مع الجهاز الفني بالكامل دعم غير طبيعي يعني انا سامي قمصان صديق شخصي من الناس المقتنعة جدا جدا بفكره وطريقة تعامل ميستر كولر مع الجهاز الفني ومساحات للجهاز الفني في كل المباريات وبالتالي بيديهم مساحات كبيرة جدا في التعامل وفي التدريبات وفي الفكر وابداء اراءهم طريقة تعامل ميستر كولر مع مجلس الادارة طريقة تعامل ميستر كولر مع الجماهير النادي الاهلي وحب جماهير النادي للميستر كولر مش بس علشان الانجازات الكبيرة اللي حقاها مع النادي الاهلي الموسم ده ولكن انا شايف الملفات دي مهمة جدا جدا ده الكاركتر اللي كنا دايما بنتكلم عنه احمد انه لازم يكون عندك مع الاداء الفني للمدير الفني النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصية معينة يقدر يتعامل بها مع كل الناس اللي موجودة سواء لعبين او مجلس ادارة او جهاز فني او لعبين وبتالي هو نجح في كل ده هل قصة قصة بطولات يعني هل انا قادر اقول اي مدير فني اللي ليه عنده حاسب كادارة بقى كجمهور يعني كله بيحاسب والجمهور يمكن حسابه اقصى واعنى شوية من الادار يعني الادارة في النهاية غرف مغلقة هنقعد نقول الكلمتين هنحاسب بعض ونتفق على اللي جاي ازاي سواء نكمل سواء ما نكملش لكن الجمهور ما بيرحق بطولات انت عايز بطولات يعني هل القصة قصة بطولات يعني هل يكفي ان انا اقول الراجل ده دخل خمس بطولات خد خمس القاب الراجل ده عشرة على عشرة ولا فيه في بين السطور كده في التفاصيل حاجات كتير جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا نتكلم على حد زي مارسل كوليب حاجات كتير طبعا مش بس بطولات ولكن الاهم يعني انت بتكلم على الاهم يعني تدريج او تدرج الاهمية في انت عايز ايه من المدير الفني ده بالتأكيد لازم يكون عنده مشروع كامل ميستر كولر اعتقد انه نجح في كل ده بشكل كبير لانه انا عندي النهاردة خمس او ست لعبين من الشباب او الاعمار الصغيرة دخلوا بشكل كبير جدا كان عندي كمية لعبين خرجوا برا مستواهم في الفترات الما قبل تولي ميستر كولر وبتعدوا عن مستواهم بشكل كبير جدا نجح بشكل كبير ميستر كولر وجهاز الفني في عودتهم مرة تانية لمستواهم لدرجة ان في بعض اللاعبين انا وانت وكل جمعين النادي الاهلي كانوا مقتنعين انهم خلاص خارج النادي الاهلي النهاردة بتقول لا هم في اول الصفوف ونجح بشكل كبير جدا في تطوير اداء لعبي النادي الاهلي بشكل فردي وبشكل جماعي فلا نجح بشكل كبير جدا المشروع ده وعلاقة ميستر كولر بكل الناس اللي بتكلمت عنهم سواء مجلس ادارة او لعبين او جماهير حتى الصحافة اعتقد ان ده يعني ادوار مهمة لميستر كولر وعقلية معينة لازم مجلس ادارة يتدور عنها زي ما انت بتدور على نوعية اللاعبين بتتعاقد معيهم مش بس لعب يمتاز بامكانيات فنية او بدانية لا انت كمان بتدور على عقلية معينة تقدر تتعامل وتنساجم داخل النادي القال فهو ده هو ده السيستم او ده طبيعة العلاقة اللي لازم تكون بامين مجلس ادارة او الجازل عشان نبقى موضوعيين عشان نبقى موضوعيين وبينها فرصة برضو ند على وجهة نظر مع كامل احترام لوجهات نظر حتى لو كانت تخريف يعني اذا اعتبرنا انه طبعا نسيبك من بيقول ان ده صدفة لانه اعتقدش انه انها ممكن تحصل يعني ممكن تحصل صدفة في بطولة كاس ممكن تحصل صدفة في بطولة سوبر لكن في بطولة دوري في مباراة يعني مباراة ببطولة يعني اصدق انه ممكن تحصل صدفة يعني 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 لما فريق مش معروف يكسب بطولة كاس ده امر وارد لكن في مصر لما فريق مش معروف يكسب بطولة دوري ده شيء سيناريو شيء بمستحيل او لو يكسب دوري ابطال افريقيا ده مستحيل المستحيل. صح؟ صح؟ لكنه يكسب بطولة كاس أو يكسب كاس ربطة. وارد لأن عدد مباراتها أقل أو شيء وارد جدا. وطبيعة المنافسة فيها مختلفة. لكن هل ممكن هل ممكن إن أنا أقول أو إن أنا أقبل فكرة إنه الأهلي نجح بالشكل ده مش بس لتفوقه لكن كمان لضعف مستوى المنافسة. ما ممكن حد يقولك لقص الأهلي لم يجد منافسة سواء في بطولة أفريقيا أو في بطولة الدولي المحلي. هل دي وجد نظر يتحط لنا يعني مكلم عن بطولة الأقوى بطولة أفريقيا يعني مين كان يقول أن هذه الأهلي ممكن يصل حتى الأدوار النهائية في في بطولة أفريقيا يعني الناس اللي بقول إنه دولي المحلي ديما يعني شوف أنت دايما طول ما أنت في منصات التتويق دايما وانت بتكسب وبتفوز بكل البطولات اللي بتدخل فيها يعني دايما الناجح أو المتفوق في شيء دايما هتلاقي فيه ناس بتحاول تكسر ده أو تهاجم ده بشكل أو بآخر أنت دايما بتمشي وبتنجح وخلاص بتبص شراك ولكن خلالي نكلم بصراحة شديدة جدا نادي الأهلي كان في فترة من فترات المستوى بعيد على مستوى البطولة وعلى مستوى الأداء نادي الأهلي عاد بقوة جدا 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 على مستوى النتائج ومستوى الأداء حقق البطولات اللي دخل فيها في الموسم كله وبالتالي ما تقدرش تقول أن بطولة الدوري عبطال أفريقيا بطولة بمحد الصدفة أنت كنت بمرشح 3-4 فرق بعيدا عن نادي الأهلي يعني في بطولة الدوري فيه 3-4 فرق دفعوا مبالغ مالية كبيرة جدا جدا فيه تعاقدات وفيه تجهيزات للموسم وبالتالي ما تقدرش تقول أن المنافس ضعيف لأنه المنافس عنده من اللعبين ومن الإمكانيات المادية كتير جدا جدا تقدر تقول أنه يقدر ينافس على بطولة الدوري ولكن النادي الأهلي ينفرض ببطولة الدوري قبل نهايته بفترات طويلة جدا ده نتيجة أنه فيه سيستم في النادي الأهلي فيه نظام في النادي الأهلي فيه الشغل بشكل جماعي دايما بنتكلم أنه مستحيل تقدر تنجح إلا لو أنت العمل الجماعي ده مكتمل الدايرة دي مكتملة ما بين مجلس إدارة وعمل إداري وجهاز فني ولعبين وجماهير والعمل ده مستحيل أنك تقدر تستمر يا أحمد زي ما بتقول كده أنك تنجح في بطولة أو تحقق بطولة وارد جدا جدا ولكن أنك تستمر في كم هذه النجاحات وتستمر في القمة لا مستحيل طبعا لازم يكون عندك طريقة معانا وسيستم وعمل جماعي ومؤسسة تشتغل بشكل جماعي محترف النادل أهلي بيشتغل بالشكل ده عشان كده بتقدر تقول النادل أهلي دايما في منصات تتويج والأعوام طويلة جدا مش بس بمواحد الصدفة يعني هل تتوقع أن الوضع ده ده غير السنة الجاية؟ النادل أهلي؟ شايف يعني أتكلم على المنافسين؟ أتكلم على كله على الشكل العام يعني هل تتوقع خلينا نتكلم محليا أول أفريقيا وعالميا ده محك تاني ومستوى تاني وخصة تانية خالص وهجي لك في السيزن اللي جاي بنسبة لأهلي لأنه بالتأكيد لما مدير فني يجي من أول موسم يوصل لليفل الوحش يعني يوصل لأنه قدر يفهم اللعيبة قدر يعالج المشكلات اللي كانت موجودة عندنا حتى وإحنا بنفوذ بألقاب قدر أنه يرضي كل الأطراف ودي معدة صعبة جدا ترضي إدارة وترضي جمهور وترضي لعيبة في قضة لبس اسمها قضة لبس النادي الأهلي كولر نجح في ده بالتالي هو طموحاته كمان زادة وخصوصا أن الموسم اللي جاي موسم صعب لكن محليا شايف أنه المشهد هيتغير السنة اللي جاي شايف المنافسة هتبقى أقوى شايف إزاي المنافسين اللي كانوا قريبين من الأهلي الموسم ده تبادلوا الوصافة على مدار المسابقة الزمالك كان بعيد زاد عندي يعني مستجد جديد داخل البطولة وواضح كده من المركات والناس دي داخلها زادة ولكونة وأسمان يعني داخلها بتحاول تعمل حاجة شايف إزاي شكل المنافسة السنة اللي أنا شخصيا بتمنى أن شكل المنافسة يكون مختلف وقوي لأنه أنا كنادي أهلي محتاج أنه يكون بشارك بلعبتي في مسابقة محلية أو عن مستوى المحلي بشكل قوي عشان أجاهز لعبتي أقدر لأنه أنا دايما ببص للبطولة يعني الأقوى وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا دايما عيني رايحة لكاس عالم أندية أنا تطلعتي أكبر كلام عن نادي الأهلي طبعا وبالتالي أنت محتاج بطولة قوية بالفعل في آخر ست سبع مواسم في تدعمات كبيرة جدا في أندية أصحاب شركات بعدها موارد مالية كبيرة جدا جدا وبالتالي بتقدر تدعم بشكل كبير أتمنى بس يكون عندهم الطموح يختلف شوية أنه يكون عنده يعني منافسة عنده طموح في أنه ينافس على البطولات المحلية لأنه النادي الأهلي أحيانا متفرد من فترات طويلة جدا في البطولات المحلية المنافسة في البطولات المحلية طول ما أنت بتنافس بشكل قوي وعندك أندية قوية وعندك أندية عندها إمكانيات فنية وبدنية ومالية تقدر تنافس أعتقد شكل البطولة بيفرق وده بيقوي النادي الأهلي على مستوى المنافسة وبيديك فرصة أنك تجاهز لعبتك للبطولات الأقوى اللي أنت بتشارك فيها سوى ده ربطول أفريقيا أو التطلع لي كاس العالم أندية النهاردة مثل كورة رجاز الفني ومجلس الإدارة واللعبين طموح وطموح جمهير النادي الأهلي أنك تنافس على كاس عالم أندية ودي بطولة كبيرة جدا جدا صحيح شرفية ولكن بطولة بيشارك فيها كل أفضل أندية في العالم وبالتالي أنت النهاردة بتنافس أو بتحاول تسعى أنك تاخد البطولة دي الطموح بيختلف والدوافع بتختلف طول ما أنت بتنافس على البطولات أتمنى طبعا يعني أن البطولة تبقى أقوى السنة الجاية بتسأني على شكل البطولة فيه أندية فعلا زي زيت زي الجونا فيوتشر والزمالك يعني أتمنى أن هم يتواجدوا بشكل أقوى الموسم اللي جاي النادي الأهلي أنا شايف من وجهة نظر أن إن شاء الله الموسم القادم هيبقى أفضل كمان من الموسم ده لأنه التجهيزات أفضل والدوافع يعني كمان أقوى فإن شاء الله النادي الأهلي يظل مستمر على القمة ولكن أتمنى أن البطولة تبقى قوية في ظل أنه لازم يكون عندنا انتظام في المسابقة في جدول المسابقة دي أول حاجة نساء أردو دي أول حاجة نساء أردو أتمنى والله أعمال أنت تكلم بأنه كتير جدا في موضوع ده أنا أريد أن أسمع وجهة نظرك في الموسم اللي جاي لأنه على الكرة في مصر عموما وعلى أهلي بشكل خاص موسم موسم صعب جدا موسم مستحيل بس خليني أول أسألك هل في مش عايز نسميها سلبيات لأنه في ظل حالة النجاح دي ما فيهاش أقول سلبيات لكن هل تشايف أنه في حاجات ممكن تتطور هل تشايف أنه في حاجات ما يجبش أنها تتكرر مرة تانية هل تشايف على المستوى اللعيبة نفسهم في حاجات ممكن تكون معجبتش عشرة في الموسم ده شايف في بعض الأوقات وفي بعض الفترات في الموسم النواحي الدفاعية يعني كان عندنا مشكلة فيها شوية وفي بعض المباراة تحديدا كان عندنا مشكلة كبيرة في التماركز السليم وفيه ولكن الحقيقة الفترة الأخيرة أعتقد أنه يعني الحقيقة ميستر كولر والجهاز الفني يشتغلوا على ده بشكل رائع جدا جدا يعني أنا شايف أن النواحي الدفاعية عندنا في الفترة الأخيرة والنواحي التكتكية والخططية في كل خطوط الملعب أنت بتكلم النهاردة أنا بشوف أفشا النهاردة مثلا في المباراة الأخيرة بشوف أفشا بيدافع فيه التمنتاشر هو كل اللي ما كانوش بيدفع أو بيدفع ولكن اللي كان بعيد قوي أنه يقدر ينفذ ده بالفعل هو أفشا النهاردة الخطوط الدفاعية دي لما تبتدي من قدام بتفرج كتير جدا وده واضح أنه تكتك ونواحي الخططية بشتغل عليها من سيركولر دي نقطة سلبية كانت موجودة ولكن الحمد لله تم معالجتها وأتمنى إن شاء الله أن المسلم الجاي إن شاء الله يتم يعني معالجتها بشكل أكبر لأن أنت بتشارك في بطولات أكبر ومستوى التنفسي يعني أكبر بكتير من الدول المحل تركيز الأهلي في المركاتو ده يبدو أنه بيميل لكافة الهجوم على حساب الدفاع الشباب صحيح يعني ده على عكس اللي كلمنا فيه في بداية مع التعاخد مع ميسر كولر يعني كلنا نكلم دايما أنه ميسر كولر بيهتم دايما بالشكل الدفاعي والتنظيم الدفاعي تفكر في بداية الموسم كنا نكلمنا ده بشكل كبير ونجح في ده بشكل كبير جدا ولكن واضح أنه والأقوى هجومة على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الدول المصري لما أجي أقول على فكرة الدعم أعتقد أنه مش محتاج دعم كبير لكن وطبعا إحنا محتاج يعني خلينا متفهمة مش بس حدش ياخد كلامي بمعنى مختلف لا طبعا محتاج يدعم كل خطوط ومحتاج لعيبة في مراكز مختلف لكن في النهاية خلينا أقول لك أنه يعني إذا كنا الأقوى هجوم بالذات في أفريقيا والأكتر فعالية أفريقان ومحلان فخلينا أقول لك أنه الطفرة اللي حصلت حصلت في الدفاع أرقام الأهلي دفاعيا في المواسم الأخيرة بقرن بالأهلي يعني بقرن الأهلي بالأهلي صحيح كت كرسي لما تيجي تشوف اللي حصل السنة دي في خط الدفاع الأهلي أو قدرات الأهلي الدفاعية لا في فرق كتير جدا طبعا الجمهور ما يهموش يستقبل قد ما يهمو يسجد يعني الجمهور دايما دماغه رايحة لفكرة أنه عشان ده الأهلي لكن في بعض المباريات أنت بتكسب ثلاثة واربعة وخمسة ولما يدخل فيك هدف جمهور الناد الأهلي برضو بتزعب يعني شوف يعني بص الناد الأهلي جمهور الناد الأهلي عايز دايما أنت الأفضل في كل حاجة عايز يدخل فيك هدف وش عايز دايما أن تسجد لا بس هو عمل نقلة كميرا جدا وكمان هجومين يحسب له سبك من برضو فكرة الأقوى يحسب له أنه وانت فاكر احنا بقالنا كذا يعني كذا سوء انتقالات بنتكلم في فكرة المهاجم والأهلي حاول يمكن في أول الصيف في الصيف الموسم التقالات الصيفية وحاول مرة تانية ولكن التنوع أحمد يعني ميستر كورت لما لقى فيه مشكلة في ده أنت لو هتشوف الأرقام النادي الأهلي وأرقام لعيبة النادي الأهلي هتعرف قد إيه أنه قدر أنه ينجح في أنه الخط المجموعة السجل المجموعة السجل يعني بتشوف ياسر براين بيسجل بتشوف محمد عب منعب بيسجل وفي برايات مهمة جدا وفاصلة بتشوف خط وسط ملعب النادي الأهلي النهاردة معظمهم هدفين الخط الهجومي كله بيسجل ما بتاعتمدش على لعب أو مهاجم وبالتالي لا يعني النجاح كبير جدا جدا في التنوع في طريقة اللعب وتوظيف اللعبين بشكل جيد عشان كده كل اللعبين النادي الأهلي يبدأ يسجلوا بشكل كبير بعض الناس تشوف أنه رحيل حمدي حمدي فاتحي تم تعويده بمام عشور مع وجهة النظر دي وإيه الاختلاف في البروفايل لاعت كان ناجح جدا مؤثر جدا واحدة من أهم مميزاته مش بس القدرات اللي بيتمتع بيها دفاعيا وهجوميا تورد برضو مع مرس الكوري بشكل كبير لكن القدرة على أنه يبقى عنده ثبات في المستوى ودي حاجة من أفقدها جدا لفترات طويل صحيح إزاي بتشوف الاختلاف وإزاي ممكن وهل أنت مع فكرة أنه إمامي عوض حمدي ولا ده بروفايل وده بروفايل تاني خالص الاثنين مختلفين في طريقة الأداء يعني طريقة الأداء والإمكانيات كمان يعني أنت عندك حد بيمتاز شوية بالنواحي الهجومية يعني إمام عنده النزعة الهجومية كبيرة جدا بيمتاز بالتصويب برجليل اتنين فيتر مقاتل مهاري بيعادي وبيصوب عنده نزعة هجومية كبيرة جدا جدا ومع ده عنده امتيازات فيه النواحي الدفاعية كمان يعني بيدافع بشكل جيد جدا كمان جوكر يعني تقدر تستخدمه في أي مكان في الملعب يعني شايف إمام ممكن يلعب مهاجي وممكن يلعب سردباك يعني ممكن يلعب لتنين أو مساك وبالتالي انت عندك إمكانيات كبيرة جدا جدا اللي إمام عشوري يقدر تقدر تستغلها بشكل كبير شايفه الآلي في ظل أنه لسه سنه صغير تقدر يعني مع ميستر كولر أنا شايف أن أداء إمام كمان هتطور بشكل كبير جدا واسمعوا كلامي ده وشوفوا المسلم اللي جاي كمان إن شاء الله على مستوى الجماعي ومستوى الفردي حمدي فتحي حمدي فتحي واحد من الناس اللي هافتقدها النادي الآلي لأنه عنده امتيازات كبيرة جدا لو فكر مثلا كابتن أسامة عربي في النادي الآلي واحد من الناس اللي ممكن للناس كتير طبعا يعني ما حدش يقدر ينسى كابتن أسامة عربي ولكن في ناس تبقى موجودة وتفرج على المباراة وتقول ما يشدور كبير أو مش ممتع في أداوه حمدي فتحي من الناس اللي ممكن الجهاز الفني اللاغن عنه يعني ممكن يحط حمدي فتحي وبعدين يحط أو يضع التشكيل النادي الآلي واحد من الركاز الأساسية لأي مدير فني ممكن يبقى موجود في النادي الآلي أو في أي مكان لأنه مدافع كويس جدا بيغطي كل الناس يعني أنت شوف حمدي فتحي لو حطيته في خط الدفاع مثلا أو في خط الوسط ممكن تلاقي بيغطي على خط دفاع النادي الآلي كله وبالتالي من الركاز الأساسية اللي صعب بتعوضها البروفيل مختلف بالتأكيد نوعية الأداء مختلفة الإمكانيات مختلفة ولكن أنا شايف حياة إمام عشور من اللعبين اللي هكون إضافة كبيرة جدا جدا للنادي الآلي إن شاء الله لموسم القدر من أقرب حد الستايل حمدي أو ممكن يقوم بالدور اللي كان بيقوم بيقوم بي حمدي في سكواد الآلي شايفه مروان عطي مروان من اللعبين اللي عندهم رؤية ودايما دماغه شغالة بيفكر إزاي يغطي كل الأخطاء اللي موجودة قدامه ودايما تحت الكرة ودي ميزة مهمة جدا جدا عند مروان ما بتاخدش الكرة بسهولة الميز باس عنده يعني قليل جدا جدا وبالتالي أنا شايفه الفايتر وقوي يعني إمكانياته البدنية الحمد لله مساعدة بشكل كبير وبالتالي يقدر يقوم بالدور ده بشكل جيد عشان كده بقولك إنه ممكن ما يكونش فيه يعني إنت سفدت بصفقة إمام عشور ويعني ما خسرتش قوي إلا أن أنت عندك عمر السلية عندك مروان عطية عندك ديانج وبالتالي عندك ثلاثة أربعة فيه خط الوسط خط النص كده محتاج دعمة لا أنا مش شايف أنه مش محتاج خط مش محتاج تدعيم يعني ريدا سليم واحد من الأسماء اللي اقتربت من النادي الآن تحيح اقتربت يعني ما خليها نقول يعني إن شاء الله خلاص يعني بس فرضو أنا يعني بحب أنه يعني أنت فاهم الجمهور في فترة الماركاتو دي بيبقى مستني حد يقوله خبر عن أي اسم ما تنفرد وتقول خلاص ما إحنا سمعنا سمعنا كشف الطبي يحصل دنيا تمام هو أحمد كده دايما بيحبش يقولي المعلومة يعني استميما مليون في المية لو هو واسخ من مليون في المية بالظبط ولكن يعني إن شاء الله خلاص بيزد الله يكون ربود في النهاية شاف روفايل ريدا ازاي الصفقة مميزة يعني مهاري أنا شفت فيديوهات كثيرة جدا ليه وتابعت بعض المباريات ليه على المستوى المهاري رقع جدا جدا عنده انطلقات مهمة بيلعب برجليل اتنين حيفرق معناد اللي أرقامه كمان مميزة جدا على مستوى صناعة الأهداف والتسجيل يعني يسجل أهداف يعني مش هبيرا بقولت كان سبب أساسي في تتويج الجيش والمالك يعتقد بعد 15 سنة بالدوري المغربي بعد 15 سنة ولكن على مستوى صناعة تفدي دي اللي تفرق شوية إنه انت كمان محتاج حد ميسر كورر أعتقد إنه كان محتاج حد بالمواصفات دي لعب قوي بيقوم بالدورين الدفاعي والهجومي عنده رؤية بيقدر يصنع أهداف يعني أفشل لموزك دلوقتي على مستوى صناعة لأهداف وإحرازها ودي هتفرق كتير مع نادي الأهلي إن شاء الله الفترة شايفه يعني أفضل توظيف لي أو هينفس مين في سكوال هينفس خلي بقى لك الصفقات اللي جات هيبقى فيهم نفس كبيرة جدا ما بينها وما بين الناس اللي موجودة لأن الناس اللي موجودة النهاردة بكما حسين شحاته بيرستاو حتى طهر محمد طهر بتدى يرجع أحمد عبدالقادر فرقوا كتير جدا الموسم ده مع النادي الأهلي في التتويق بالبطولات ومستوىهم أنا شايف حياة يعني يختارب من 8 8.5 من 10 إن ما كانوا شتسعى كمان فأنت بتتكلم في منافسة كبيرة جدا جدا هتعود إن شاء الله طبعا على النادي الأهلي منافسة كبيرة يعني ريدا سليم تقدر تلعبه يمين أو شمال إمام تقدر تستغله يمين أو شمال فالمنافسة يعني أنا بص شايف إنه النادي الأهلي مع كل ده بالتأكيد أنت دعمت بشكل جيد لكن أنت محتاج مهاجم صندوق مهاجم صندوق بمعنى إنه يكون حد قوي البنيان عنده طول القامة عنده بيتحرك داخل الصندوق بشكل مختلف عن اللي بنشوفه كهرباء ومحمد شريف حاب يقدوا الدور ولا أروع من كده الفترات اللي فاتت ولكن المحطة بقى يعني حد هو كولر نتكلم في الجزء دي واحدة من المؤتمرات الصحفية وده ياخدنا للجاي يا أشرف أنا حابب جدا أنا أكلمك في الموسم اللي جاي بنسبة للأهلي كولر نتكلم في إنه آه إحنا الأقوى هجوميا آه إحنا أكتر فريق بيسجل أفريقيا ومحليا الأفضل تهديفيا يعني لكن عدد الأهداف اللي بنسجلها مقارنة بعدد الفرص اللي بنصنحها نسبة والتناسب هنا مش مرضية ده تصريح كان كولر قاله شخصيا وبالتالي أنت رايح لمستوى نفسه أصعب رايح ل واحد كاس عالم أندية أنا كنت بقول في أول حلقة أنه كاس العالم اللي جاي نسخة مختلفة شوية عن أي حاجة شاركنا فيها أو أي حاجة لسه هنشارك فيها باقي هنشارك في كاس عالم عشرين خمسة عشرين إن شاء الله كمان سيبقى بشكله الجديد وتعرف أنه أنه أقصى عدد مطشاط بنعبها في طول كاس العالم لو وصلنا لهاية المشوار يعني أربع مطشاط لكن النسخة الجديدة في اتنين وثلاثين فريق عشان توصل أو تروح لبعيد هتلعب عدد مطشاط مطشاط أقوى وشكل البطولة هيختلف تماما فالفرص فيها أو احتماليات الوصول للمنصة هيبقى صعوبة هيبقى صعب خلينا نبقى موضوعيين ومنطقيين يعني وبالتالي الفرصة اللي جاية يعني فيها خلينا نقول الوصول أفضل أو فيها إمكانية حاجة أفضل من الفرص اللي جاية اللي بعدها مع الأخذ في الاعتبار رايح تقابل باطل كوبا ليبرتادورس مش عارف تحدد ولسه تهلي لسه متحددتش رايح تقابل مستويات مختلفة مختلفة شوية لابقى هنا كمان مختلفة فبالتالي ايه نوع الدعم المرسل كولر الدعم ده مرتبط بقى بصفقات مرتبط بفترة اعداد مرتبط بمعسكر خارجي مرتبط بوطس وإفر انت كنت في الظروف دي وعارف ايه نوع الدعم والتحضير لمسم جاي من النوع ده كل اللي انت قلته يعني انت بتكلم على استعادات النادي الاهلي وانا شايف ان الحمد لله خلي بالك الجهاز الفني النادي الاهلي الكل فرق كتير جدا يعني هزرت المساعد لميستر كولر سامي قمصان اندويا اندرسون اندويا ميشيل يانكون يسير بكاري بكاري طبعا محل الأداء الجميع اشتغل حقيقة بشكل رائع جدا يعني انا بديهم عشرة من عشرة مش بس مش اقل من كده لانه حتى حتى تصريحات ميستر كولر انه طبعا دي مصطلات الاهلي في الدوري اللي قطط منها وانحنا ميستر كولر الحقيقة اشاد بالجميع ولكن الحقيقة احنا شايفين ده على ارض الواقع بشكل مميز جدا احمد خاصة انه يعني محل الأداء في مباريات كتيرة جدا في بطول الدوري ابطال أفريقيا او في البطولة المحلية فرقوا كتير جدا في يعني التفاصيل الدقيقة لميستر كولر انه يضع خطة وانه يوظف لعبين بشكل معين بتتكلم في مستوى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ميشيل يانكون حافرق معهم كتير جدا جدا الموسم اللي فات ده كريم فات طبعا كريم برضو احنا لازم نحطه في الاعتبار لانه كريم قبل الاصابة صحيح كان موصل لفرمة عالية جدا كريم واكرم الاثنين بصراحة ما تقدرش تقول ان هم تخيل ان الاثنين اساسيين في متخب مصر يعني ناني لالي ومتخب مصر كريم فؤاد كمان انا عايز اشيت به بشكل كبير لانه كان بعيد جدا احمل عن الصورة يعني بعيد عن المشاركات وبعيد عن المستوى الأداء فجأة وتحط في اختبار صعب انه راجل ينقلوا كمان يعني في فترة قليلة جدا ده معناه انه بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا وبركز بشكل كبير جدا اتستغرب لو قلتلك انه جارية اللعيب بالكورة يعني او من غير الكورة جارية اللعيب يعني في الملعب شكل شكل اداءه يعني اه الطريقة اللي بيجري بيها ستايل الجارية بتاعته مرتبطة بشكل كبير جدا عندي بحجم الموهبة وحجم الكورة اللي عنده اه اللعب حتى صغير او كبير بيبين اللعب ده مهاري بشكل قد ايه يعني فبتفرق طبعا يعني اندوية طبعا فرق كتير جدا احمد احنا اتكلمنا على الاصابات في الموسم اللي فات السندي بلاف الاصابات بصراحة ويحتى مع الحالات الاصابات اللي حصلت يعني كلها كانت بسيطة ما خدتش وقت برامج الاعداد والتأهيل اصابات العضلية بشكل كبير عاملة ازاي تجهيز اللعبين ودي نقطة مهمة جدا جدا لاندوية الحقيقة في الموسم ده تجهيز اللعبين اللي ما بيشاركوش بشكل اساسي وده دور مهم جدا جدا وده اللي عمل لحالة تنافسية الموسم ده والكل كان بيشارك والكل بتشوفه بيشارك بنسبة كبيرة جدا قريب من المستوى يعني كلهم قريبين من بعض ودي فرقة كتير جدا الحقيقة من النادي الاهلي الموسم ده فالحقيقة يعني كل الاشادة للجهاز الفني للنادي الاهلي الجميع اشتغل بشكل رائع واعتقد ان الحالة دي بتفرق كتير جدا جدا في انك تنجح وتوصل لمنصات التتويق هاني وخالد عبد فتحت تقييمك ليهم ايه مركز الباك اللي يمين في الاهلي الموسم ده التطور اللي وصل ليه محمد هاني عشرة من عشرة يعني عقلية محمد هاني والضغط تحمله للضغوط الكبيرة جدا جدا في الفترات اللي فاتت من الهجوم سواء من محب النادي الاهلي او حتى من الناس اللي بتخاف عن النادي خلي بالك مش كل اللي بيهاجب النادي الاهلي بيبقى مغرد انا بكلم على جميل النادي الاهلي طبعا انا فهم طبعا في بعض منهم بيبقى خايف على النادي الاهلي بشكل كبير وبينتج عن الكلامه ده هجوم على اللعب غير مقصود طبعا ولكن برونو سافيو واحد من الاهدف في البعاد وقول لك مش عايش اول مباراة انا احرز اهداف يعني شوف عالمي قالك هدف عالمي بس وارد بتحصل كتير يا امال عايبة كبيرة جات وما وفمتش بحقيقة وما حدش قدر ينكر ان البرونو سافيو ملعبين الجايدين ولكن يعني ما نسجمش بشكل كبير مع النادي الاهلي محمد هيني طبعا عقلية عقلية متازنة جدا شرط الكابتن بتفرق بتفرق كتير جدا يعني فكرة انك تلبس شرط كابتن النادي انا كنت بلعب في نادي المنصورة في موسم المواسم عايز اقول لك انه كابتن حسن جاد الله ارحمه يعني كان من دمن الناس كان بيفكر في بعض الاوقات بالعقلية دي عقلية ولاد البلد شوية اللي هو ايه رجالة عارف انت الفكر بييجي في بعض مباريات خد شرط الكابتن دي بتفرق معاك بشكل مش هادر اقول لك ايه يعني بتقدي بتدي لك باور غير طبيعي في المباراة فطبعا محمد هاني من الناس اللي فرقت معاك كتير جدا شرط الكابتن وفرق معاك اداء وعقليته وشغله على نفسه انا شايف الحياة محمد هاني من افضل اللعبين في الموسم ده في مصر وكلها مش بس في النادي الاهلي في كل البطولات يعني خلاد عفتاح بيقدي بشكل مميز ولكن محتاج شعع نفسه اكتر الفترة اللي جاية شايفه مميز وممكن توظيفه مع ميسا كورن في الموسم اللي جاي اعتقد انه ممكن يدخل في حت المساج دي شوية فسألك الجزء ده لانه انت عندك بإذن الله اكرم راجع هنا اكرم تفكر تدخله في مكانه الاصلي خط نص ملعب ولا ترجعه على المكان اللي تقلق فيه قبل الاصابة ويلعب باكراي لا يحسب عودة اكرم ان شاء الله يعني يرجع بإذن الله بسرعة وان شاء الله يرجع لمستوى بشكل سريع يعني انا شايف محمد هني دلوقتي مميز جدا متدرش قعده يعني مفيش حد انا شايف حتى على مستوى منتخب مصر محمد هني الافضل يعني وبالتالي صعب انه محمد هني دلوقتي يعني يوعد على دكة البدلاء ممكن تدخل اكرم ان شاء الله بعد عودته بإذن الله بسلامة ويرجع لمستوى في وسط الملعب خاصة انك بتحتاج تغييرات كتيرة في وسط الملعب بتلعب اثنين احيانا وثلاثة والتغييرات دي مطلوبة فممكن يلعب بشكل ده خلي بالك اكرم لما رجع المرة اللي فات رجع برضو على وسط الملعب يعني لما رجع بعد الإصابة الأولانية رجع على وسط الملعب الضغط اقل شوية لانه مش بحتاج جري كتير زي الباكرايت يعني فيه اثنين او ثلاثة بإدار ويساعدوك او كده فبيبقى الضغط عليه اقل شوية لكن اكرم طبعا من لعبي المميزين جدا والله اتمنى ان شاء الله ان يرجع بسرعة على النادي الآلي يعني الاهداف النادي الآلي لعيبة وفقت الموسم ده وظهرت بشكل يعني ممتاز طب خلينا قبل ما نروح لدي اسألك على معلول شايف وخصصا طبعا تعرف ان لعيبة الآلي يعني تقريبا طبعا منها المعلن ومنها غير المعلن كلهم تقريبا عندهم عروض كبيرة جدا صحيح تقول لي كده من ممكن الاستغناء عنه ومن يجب عدم التفريض فيه يعني بالاسماء اه اسمع منك يعني شايف انه الموسم اللي جاي يستدعي وجود هؤلاء الشناوي يعني الشناوي ومصطفى شبير خلاص اعتقد علي لطفي علي لطفي حمز علي كمان من حراس المرمى الجايدين اللي ممكن يدخل الفترة اللي جاي مع فري ناد الاهلي مصطفى شبير هو مستقبل ناد الاهلي ان شاء الله الفترة اللي جاي الشناوي لاغن عنه لاني شايف انه الكيمستري ما بين الشناوي ما بين جمهور ناد الاهلي ولعبة النادي الاهلي في قيادة لعب النادي الاهلي يعني فرق كتير الخيادة دي مهمة جدا جدا ودي عاملة بالتالي طبعا بالاضافة للمستوى للفن الكبير جدا يعني بتكلم على اكرم طوفي ومحمد هيني علي معلول طبعا انا شايف انه يعني مستمر وهيستمر ان شاء الله مع النادي الاهلي رغم العروض اللي موجودة في عروض كتير في عروض كتير ولكن انا شايف انه انت لسه ما لقيتش البديل الجيد واتمنى استمر وعلي كمان الشخصية محببة جدا جدا يعني العلاقة اللي بين الاهلي او بين الاهلوية يعني وبين علي مش قصة مختلفة صحيح ومش قصة انك عندك باكش مال كويس ولا واحد من اهم مفتاح ده بالاضافة المستوى الفني طبعا طبعا لا قصة اكبر من كده صحيح واحد واحد من ولادك بقى واحد من وكأنه تربى وعاش حياته كلها فيه فيه لعبين بيرتبطوا بجماهير النادلالي وده بتفر كتير يعني خالي بالك انت ممكن جهاز فني يكون شايف انه ممكن يكون فيه بديل للاعب معين ولكن ارتباط جماهير النادلالي بهذا اللاعب يعني مثلا في أفشا جماهير النادلالي خلاص ارتبطت بهذا الاسم ونتيجة اداء وفيه بصمة معينة خلاص جماهير النادلالي بتورش فلسفة كولر رغم انه الحقيقة في كل المرات اللي ظهر فيها محمد مجدي افشا يعني كولر دالهم ساحة كأساسي او كابلي اداء مختلف بتاخد منه شوية يعني بتاخد منه شوية في ناحية الاجمية الادوار الدفاعية ولكن اعتقد انه مع الشغل على نفسه اكيد مطلوب لانه مش بس الافشا الحقيقة وكل اللعيبة في نادي الاهي انه منافسة في كل مركز ومنافسة في كل خط السنة الجاية هتبقى قوية جدا هتبقى ضرب نار جدا يعني اللي يعرف ياخد ثقة كولر عشان يبدأ في تشهيل اساسي هيبزل مجهود كبير وده بيدينا احنا كمان يعني مساحة كبيرة جدا يكون عندك فريقين في النادي الاهلي الحمد لله الموسم ده احنا بنتكلم في مثلا 18-20 لعب موجودين في قوام النادي الاهلي ما تقدرش تقول مين اساسي ومين بديل ودي من فترات طويلة جدا احمد ما كنتش متواجدة في النادي الاهلي طيب اسماء ظهرت مع الاهلي لأول مرة الموسم ده برونو سافي طبعا قصة ما اكتملتش ورحل على النادي الاهلي لكن خليني اخد تقييمك للصفقات الجديدة لأبرامة نادي وخصوصا نبتدينا نشوفهم حتى اللي ما خدش فرصة من البداية يعني بتهلم الوحيد اللي خد فرصة كاملة مروان عطي صحيح تقييمك ليهم سنقول اهلي يعني بتكلم على شهاد حسين مثلا شايفه كان مهاجم كويس وفايتر وقوي لكن ما خدش فرصة كبيرة رغم انه يعني لعب بعض المباريات اعتقد في بعض اللعبين احمد خلي بالك خاصة المهاجم الكيميستري لو مراجبتش من البداية خلاص بتفضل طول الموسم بعيد يعني مثلا بتتكلم عن فيها توفيق فيها توفيق كبير جدا جدا يعني مثلا كهربة بعد العودة من اول مباراة هدف تك تك خلاص دي بتديلك 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 طبعا بتديلك الحياة يعني دفعة كبيرة جدا جدا وبالتالي شادي من الناس يعني لازم تصبر عليها وده مش متاح في النادي الاهلي بشكل كبير يعني لجا ما يلي النادي الاهلي بتوافق على ده ولا بتايما بتصور على ده وبالتالي مساحة دي مش موجودة في النادي الاهلي ابدا إلا لو انت وفقت باستثناء اللعب الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي أنا شايفه نظر فلافيو الجميل ده لسبرت عليه بشكل كبير موسم كام يعني 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 هي بلعيته يعني مجبرة عليه عشان الرجل بيحقق كل حاجة تزيو الفريق بيحقق كل خلينا نتفق إنه بقى واحد من طبعا من عظماء من عظماء الهدفين النادي الاهلي الاهلي ولما تيجي تتكلم على بروفايل مهاجم أفريقي دايما تبص تقول يعني عايز حاجة كان فيه قبله مثلا أسابيع المسأل كان برضو جاي من بيترو أتلاتكو كان فيه أفيلينو أفيلينو صحيح أفيلينو جاي برضو من بيترو وجاي قبل وهم برضو ما حققاش مع ناد الاهلي حاجة بنتكلم فيه مروان عطيها طبعا حق مع ناد الاهلي يعني مروان حقق سقط كولر وخد سقط الجمهور جدا في فترة قسيرة جدا ونجح في أنه يثبت أخدامه بشكل جيد قندوسي قندوسي شايف أنه لعبه مميز جدا ومهير جدا محتاج في طريقة بص في طريقة لعب مثل كولر أعتقد أن اللعبين المهاريين بشكل كبير أو اللي بيعتمدوش أو فيه توازن ما بين النواحة الدفاعية والهجومية أن يقدر يقدر الدورين بنفس القوة ما بيعتمدش عليهم بشكل كبير مثل كولر يعني فيه فيه نوعية مدربين كده ممكن يكون عندي لعب مهاري بشكل رائع جدا أنا من وجه نظر قندوسي يعني بنيل دايما لفكرة يعني لما تبص المعظم مطشط النادي الأهلي وحتى منهم المطشط الصعبة كولر طريق تفكيره أنه عايز يحكم المطش بشكل جميع يحكم استحواز يحكم حالة هجومية بيهجم برى الأرض زي ما بيلعب جوة الأرض بشكل جميع أنا فاهم مش بشكل فرد يعني ما بيعتمدش على لاعب مثلا يعني يعني يوصلك في معظم أوقات قبل ما قبل ميسر كولر كنا بنعتمد بشكل كبير على أفشا هو صنع للعاب وهو اللي بيمتحكم في طريقة اللعب ما بعد ميسر كولر الشكل الجماعي هو اللي فرق فيه وأنا شايف أنه ده أفضل كتير حقيقة أنه تشتغل بشكل جماعي في البناء الهجمة وفي النواحي الدفاعية وفي عملية التنظيم الدفاعي والتوازن ما بين الدفاع والجوم لا طبعا فرق كتير مع النادي وفرق في تحقيق البطولات وفرق كمان في شكل الأداء يعني مع كلها مش هنشوف نمرة عشرة لا مافتكرش الطريقة لا مافتكرش وما شفناهش خط يعني ما فيش ولا مباراة مع ميسر كولر لا أنا أشتغل أقول أنه هو يمكن كان يعني برضو خد بالك هو تفرد عليه أمر واقع سيبك منه أمر واقع عظيم أو أمر واقع عادي أو أمر واقع سيء يعني دي أمور نسبية إحنا نتفق ونختلف عليها لكن أنا موديل فني ميح مصر ميح أفريقيا ميح النادي الأهلي ما عرفش يعني شوفت يوتيوب ودي لازم لازم لابد عندك هنا نقول نشيد بفكر مثل كولر أنه كان زيره في كل هذه المواقف اللي أنت تكلمت عنها وإنه حدت بسرعة أنت لما تيجي تكويت لو في حد مسافر برا مصر وجي مصر قلت له كولر اللي أنت شوفته السنين ده بقى لهم على أهلي خمس سنين يقولك تمام جدا طبيعي اللي أنا شايفه ده يقول أن راجل ده شغاله ودي دي لك خبرات إنه ساحب خبرات كبيرة لكن أصدأ أقول وانت بقى لما يبقى عنده أول مرة يعني قضى سيزن كامل شاف اللعيبة يقولك مثلا لما أجيب الصفقات اللي أنا عايزها ممكن أحط بصمة تانية ممكن أغير ممكن يبقى عندي فكر مختلف ولا أنت شوفته وقاريت كولر إنه لا بشكل مدرسة حتى اختياراته يعني أنت شوف اختياراته واختار امام عشور اختار رضا سليم النوعية دي مش بس مهارة ليهم أدوار تانية كتير القوة والسرعة والانتزام التكتيك وعايز شكل معين في طريق أداء بشكل جامعي كريستو كريستو لا لسه صغير وأنا شايف أنه جاي وشايف أنه ممكن يتطور بس محتاج فرصة وهتبقى صعبة في ظل وجود الأسماء اللي موجودة النهاردة لكن أعتقد أنه مستوى حيزيت جدا مع ميستر كولر لسه مدنش طبعا للنادي الأهلي لسه مستوى ما تتطورش بشكل كبير أو منشوف نموش بشكل كبير لكن أنا شايف أنه من لعبين المميزين اللي ممكن في ظل النسان صغير لسه يجي منه الفترات اللي جاي في الدولي المصري من مهاجمين لفتوا نزل المهاجم أشرف ممضوع وليك مطلق الحرية مصريين أو محتلفين أجانب مهاجم لما أسألك سؤال مين لفت نظرك وتقعد تفكر ديساين أو علامة أنه يعني مش كتير بس الحاجات دي انت ما بتقعدش تتفكر فيها ولا تفتكرها صحيح الحاجات دي بتبقى حاضرة أول ما بقول صحيح شوف مهاجم مهاجم الصندوق ده يعني شكل طريقة أدائه مختلفة لازم حتى إمكانياته البدنية مختلفة لازم يكون نوعية مختلفة من اللعبين في كل حاجة لأنه أنت بتكلم عن حد بيفنش كل شغلك أي فلازم يكون شكل الفني والبدني مختلف عن كل اللعبين الموابلين كل الأندية دي وكل محترفين دول لا فيه فيه أسماء يعني مهاجم الاتحاد سكنداري أعتقد مابلولو من اللعبين الموازين عنده سرعة وانتلافات مميزة هدف ده طبعا عنده سرعة كبيرة جدا والفينش بتاعه كويس كمان على المرمى يعني ما نفذش نظري بشكل كبير تاني ولكن مابلولو أعتقد الأفضل في الموسم شايف الموسم اللي جاي إزاي وخصوصا أنه من حيث الأجندة هي الأجندة الأطول بحيث عدد البطولات هو عدد البطولات الأكبر حتى السوبر يا فيخي تكلمنا عنه الموسم ده يبتدي مع الموسم اللي جاي فبتكلم من حيث الأجندة أكبر عدد مباريات في موسم واحد هلعبوا الأهلي السنة جاية أكثر عدد بطولات هلعبوا الأهلي في موسم واحد والسنة جاية أصعب مستوى منافسة هيكون في الموسم اللي جاي صحيح فبالتالي إزاي شايف الموسم وإزاي شايف الاستعداد الأمثل بالنسبة له وإزاي ده يترجم في المركات اللي جاي البداية الحمد لله أعتقد أنه ما فيش أفضل من كده من سنة طويلة جدا يعني على المستوى أو معنويا النادي القالي في أفضل حالته على مستوى المجلس الإدارة وجهاز الفني واللعبين والجماهير بالتالي أنت مفنش موسم ولا أروع عندك مساحة كبيرة جدا أنك تاخد فترات راحة الموسم ده من فترات طويلة جدا جدا أنه ما حصلش عليها في كلام على أنه كمان في معسكر يكون معسكر أعداد خارجي إن شاء الله إن شاء الله عندك بتفرق فكرة الخارجي عن الداخلي فكرة أنه في معسكر أعدادها أنه فيش معسكر أعدادها بتفرق والله يا أحمد بتفرق مع بين كتير جدا بتفرق إنك خلاص مركز يعني يعني لو فاكر مثلا بطولات بطولات أمم أفريقيا اللي حصلنا عليها دايما بنتكلم على إنه البطولات المجمعة يكون فيها التركيز أقوى وأكبر وبتالي لما بتنفرد بلعابتك في معسكر خارجي خلاص بعيدا عن الأولاد والبيت والمشاغل والصحافة والميديا خلاص أنت بتركز بس في شغلك تدريباتك نومك حكلك لأ بتفرق كتير جدا فرصة الجديد مع القديم يقربهم بالنسجام فبتفرق كتير طبعا وبالتالي شايف إنه في مساحة كويسة جدا لمعسكر إن شاء الله يكون ناجح بإذن الله النادي الأهلي فرصة طبعا كبيرة جدا للجهاز الفني في اختيارات اللعبين المنظمين للنادي الأهلي وفي اختيارات مين هيرحل ومين هيبط كي حد من الوجوه الجديدة اللفت نظرك بالمناسبة الوجوه الجديدة اللي خدت مساحة مع الأهلي المسم ده فريق الشباب شايف إنه ممكن عنصر أو اتنين بسناء حراسة المروان يعني كريمة دي بيس شايفوا لعب مميز جدا إن شاء الله يجي منه الفترة جاية المهاجم زعلوك ولا معتز مهاجم الاسم من ضع ميني رقفة خليل من الأسماء المميزة جدا يعني مش مركزه أول لكن أدى بشكل مميز يعني في أسماء إن شاء الله تظهر المسم اللي جاية ولكن يعني أنا شايف فرصة صعبة شوية في ظل الأسماء الكبيرة اللي موجود في لدي في الفترة دي هتحتاجها مسم طويل جدا مسم طويل وصعب سوبر ليج بطولة جديدة منافسة فيها يعني الاتحاد الأفريقي يختار أفضل 8 فرع في أفريقيا فبالتالي هيبقى مستوى نفسه المكاسب المادية بتاعتها كبيرة جدا مسم الضائفة كبيرة جدا اللي عندها الأفريقية طبعا ده رقم مهول ما حصلش في تاريخ القارة صحيح ومن بعدها كاس عالم وبعدها سوبر أفريقي وبعدها تشامبيونز ليج طبعا أنت أعتقد الكل اللاعي بالسنة الجاية هتحتاج طبعا هتحتاج في بطولات كتير وأنا الحياة من أهم المميزات ميسر كولر والرجاز الفني أنه عنده تنوع يعني ما عندهش مشكلة في أنه مين يشارك ومين يشارك بالعكس نحن بنتكلم في سكواد كبير للنادي الليل النهاردة جايزين بشكل كبير 18-20 لعب بتاعتمع ده الليل بشكل أساسي فبالتالي لا فيه مساحة كبيرة جدا لكل اللاعبين أنهم يشاركوا إن شاء الله السؤال الجيدة اللي هي علاقة بمنتخبات مصر منتخب أول عنده أمم أفريقيا وعنده تصفيات كاسعالي ومنتخب أوليمبي رايح أوليمبياد باريس نعد مع بعض كده عدد البطولات اللي هتشارك فيها الأندية المصرية والأجندة اللي بدأت بالفعل النهاردة الزمالك بيلعب في البطولة العربية الأهلي هيلعب في السوبر ليج الأهلي وبيرمتز هيلعبوا في الشامبينز ليج فيوتشر والزمالك هيلعبوا في الكونفدرالية وفيه شوية مطشات كده بطولات مرة كاس ربطة مرة كاس قديم مرة كاس جديد مرة دوري مرة سوبر أفريقي مرة سوبر مصري إزاي شايف المشوار بالنسبة لللاعب المصري اللي هيشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كاسعالم بطولة أمم أفريقيا ومنتخبنا اللي رايح أولمبياد باريس نفسنا يحقق حاجة ويجيب ميدالية لنا إن شاء الله بإذن الله من أهم الحاجات اللي عجبتني الفترات اللي فاتت من مستر فيتوريا هو أنه فيه تواصل كبير جدا مع الأندية مع مديرين الفنين وبيروح وبيقعد وبيتابع وبيشوف طب أستأذنك يا أشرف هارجي على الجزئية دي تاني نروح بس نحاول ننقل سرعة للناس عن تحضيرات الأهلي لمباراة الداخلية بكرة ونتابع معكم جزء من تمرينة الأهلي النهاردة بقيات مارس الكولر ونتطمن من زماننا محمد توفيق على نجوم النادي الأهلي سواء تعرض للإصابة نمكن جات لي معلومة أنه شريف تعرض لكادمة في رجبته قبل بداية الحلقة على طول أو لعودة أسماء لقيمة الأهلي زي عمر السلية وزي محمود بتولي وطبعا قرار فيهم وجهزاتهم الفنية هتكون راجع المستر كولر يا محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي أحمد تحاية ليكو دفع كريم في الستوديو ممكن زي ما أنت قلت استعداد على طول مباراة الداخلية خلاص خلصنا بطولة بندخف البعضة على طول يا أحمد وبنلعب خلاص في البطولة بطولة كأس مصر ممكن استعداد على قدم الوساق على طول من بعد مرش المصر ما فيش راحة فرق الضرب يوم الخميس كانت بالتدريب استشفاء البعض اللعبين فيما خط بقية اللعبين التدريب قوي جدا يوم الجمعة بالأمس اللعبين كلهم رجعوا للتدريبات الحمد لله بشكل أكثر من رأى النهار ده بقى التدريب الأساسي اللي سبقوا بالطبع محاضرة فنية للجهاز الفني مع اللعبين نتكلم خلالها عن أهمية المباراة والخطة بإذن الله اللي هنا تطبقها غدا في مباراة الداخلية يمكن أنا معجل وقت حالا يا أحمد من داخل ملعب مختارة تيتشي بالجيزين يمكن من وراءنا على طول التمرين شغال الجهاز الفني واللعبين في الملعب وقولة فقرات التمرين يمكن التدريبات البدنية شغالة زي ما تشايف وراء من الصورة ومن بعدها إن شاء الله سيكون بعد تدريبات الكرة ومن بعدها إن شاء الله ستبقى آخر فقرات التمرين وهي التأسيمة واللي من بعدها على طول الجهاز الفني هيستحب قائمة المباراة من واحد وعشرين لائب للمبيد بأحد الفنق قريبا من استياد كلها الحربية اللي صديق بإذن الله مباراة الأهل والداخلية في إطار مباراة دور الستاشر من كالس مصر على استياد كلها الحربية بإذن الله في تمام السبع مسان ممكن بقى النقطة اللي أنت كلمت فيه يا أحمد عن المصابين لكن أنا عاوز أقولك إن عامر السلية محمود متولي شغلين في برنامجهم التأهيل والعلاج بشكل أكثر من رائع ولكن طبعا بإذن الله يخشوا مع بقية الفريق بداية من فترة الإعداد إن شاء الله مش هيكون متاح إنه هم يشاركوا في المباراة خاصة الجهاز الطبي والفني مش مستعجين على مشاركتهم خلاص الموسم بنتايا مفيش غير مبارتين بس المطبقاتين والحمد لله كل اللعبين جاهزين وفي حالة أكثر من رائعة أكرم التوفيق وكريم فؤاد برضو بطمنك محمد شريف هيغيب عن مباراة الغد بإذن الله وكمان محمد عبدالله من اللي فضل الجهاز الفني راحيطهم في هذه الفترة وبإذن الله مع بداية فترة الإعداد يكون كل اللعبين في أحسن صحة وأحسن حال ياحمد يكونوا موجودين مع الفريق بإذن الله رب العالمين إن شاء الله مباراة في غاية الأهمية البطولة السادسة اللي بتلعب عليها عن تحامل اللقب ويهمك بشكل كبير جدا أنك تنهي الموسم اللي بتلعب عليها والتركيز بشكل تام جدا وده اللي شفناه في الإعداد من الجهاز الفني واللي عابين كمان في الملعب اللعيبة اللي تسعادت مطش المصري مكملة مع الفريق أو حتى لو جزء منهم مكمل من الفريق في تدريبات الفريق في السادسة المطش الداخلية بكرة يا محمد لا اللي موجودين بس طبعا المجموعة اللي كانت موجودة من قبل كده من سواء موريد 2001 أو 2003 اللي هم اللعبين المعروفين اللي بيشاركوا بصفة أساسية وموجودين مع الفريق منذ فترة كبيرة زي عامة نبيل كوكا ومحمد أشرف ولكن طبعا اللعبين اللي تسعادوا رجوا تاني قطاع ناشئين لتبقى بس يمكن معتز محمد اللعب المساكل اللي ظهر بقى ده أكثر من رائع في مباراة المصري وكمان محمد زعلوك المهاجم فريق 2005 واحد منها عاصر وعيدة دول بس المستمرين مع الفريق ولكن بقية اللعبين يحمد يمكن تم نزولهم مرة أخرى للقطاع وإن شاء الله بقى بداية الموسم ممكن نشوف مجموعة منهم مرة تانية حسب رؤية مستر مارسل كولر واحتياجاته في المراكز اللي يمكن نقصها في الفريق أو حاجة ممكن يستعين ببعض منهم ولكن خلاص يمكن كلهم رجعوا وتاني القطاع ناشئين باستثناء زي عامة محمد زعلوك المهاجم والمساك معتز محمد حالة محمد شريف وهل يعني تواصلت مع الجهاز الطبي حجم الإصابة ماذا بتعادوا عن المشاركة خصويا طبعا الموسم بيخلص ما فاضلش غير المباراة المصري لكن هل في احتمالية أنه يكون جاهز قبلها ولا كده الموسم انتهى بالنسبة لمحمد شريف لا من الناحية دي أحمد يمكن الأمور بسيطة جدا ولكن طبعا تعرف فيه سياسة كده ما بين الجهاز الفن والطبي داخل نادي الأهلي إنه العيب يعني بيشتكي من أي حاجة فبيفضل راحته طبعا تعرف سلامة اللعيب أهم من النتائج كمان فده دايما السيستم اللي شغل ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي اللي هو الحفاظ على لعيب فريق نادي الأهلي الحمد لله في وفرة من اللعبين وزي ما انت عارف نادي الأهلي الحمد لله في كل الأماكن في لعب أقصى من الرعب فبقاش في استعجال أو مخاطرة بلعب خاصة زي ما انت قلت احنا في نهاية الموسم الموسم الجاي كمان أهم يا أحمد هتبقى محتاج كل لعب فيه والحمد لله موجود البديل الكوف وكمان كل اللعبين اللي في نفس المكان أقصى من الرعين فلا الجهاز الطب والفني دايما اللي تعودنا عنه من خلال كمان مستر مرسل كولر مع دكتور رحمة عبد رئيس الجهاز الطبي النقي العيب ببقى فيه حتى شكوى ولو بسيط يا أحمد بيتم راحته للحفاظ عليه عشان ببقى عندك بعد كده السحقات أهم وأكتر فتبقى محتاجوا فيه أكتر فممكن لأ يعني الأمور بسيطة وطبعا حسب رؤية الجهاز الفني في المباراة القادمة بعد مورات الداخلية ممكن يكونوا موجود أو لا ده حسب طبعا الرؤية الفنية للجهاز الفني بكادة مستر مرسل كولر بالطب أشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيدي كانت أخبار الفرقة وتمرينة النهاردة لتمرين الأخيرة قبل مواجهة الداخلية بكرة ماتش بكرة سيناريو سويس المفاجأة ماتشات كاس صعب ولا ماتش بكرة نتيجة الظروف اللي بيعاني منها الداخلية وبيمر بيها فرصة لمرسل كولر لدخول في مرحلة التجارب أكتر راحة اللاعبين الأساسيين قبل نهاية الموش مستحيل التوقع يعني أنت بتكلم في فريق بتواجه فرقة تقريبا ماشي منها 17-18 لعب حتى الأسماء اللي موجودة مش هتبقى عارف مين ما تشوفناه مش قبل كده متعاش مستوى معامل ازاي صعب متابعتهم حتى من خلال المباراة في الموسم اللي فات وبالتالي يعني مباراة خارج التوقعات تماما الأهم أنت تلعب على نفسك على أدائك تحافظ على نفس المستوى الضغط من البداية نحاول تخلص المباراة بدري لأن مباراة الكاس دايما كل ما بتطول الفرقة بتدخل في المباراة يكون فيها مفاجهات أكتر فأعتقد أن تفنش المباراة بدري وتدخل في المباراة من بدري وخلاص يعني تحاول تنهيها من بدايتها أو من البداية ده هيسهل كتير الأمور خلال المباراة تماما أرجع هنكمل الجزئية بس أسمع على رأيك في قصة منتخباتنا اللي عندها تلات تحديات مهمين جدا بالنسبة لجماهير الكرة في مصر وتأثير السيزن الصعب ده على اللعب المصري سيكمن الأندية وسيبك من مين من الأهلي ومين الزمال كيف في النهاية اللعب اللي بيروح البستيشة منتخب مصر ده اللي يهمني إزاي هيتعامل وإزاي مطلوب منه يحقق الإنجازات دي معنا دي وفي ناس الوقت يؤمن لمنتخب الأهدف العادي ظل موسم شق يعني موسم هيكون الأطول طبعا منتخبات مصر هي الأهم بالتأكيد للجميع يعني يوجد خلاف على ده وعجبني جدا تواصل ميستر فيتوريا وجهاز الفني معه إلى جهاز الفنية وعلى الأندية وأعتقد ده هيكون فيه تنصيق كبير جدا ما بينهم في راحة اللعبين أو حالات الاستشفى التي تبقى موجودة صحيح من الصعب تدخله خاصة في فرقة كبيرة زي الأهلي يعني في ظل مباراة كتيرة بيشارك فيها أو بطولات كتير ولكن أعتقد التنصيق ده هيبقى موجودة ومطلوب طبعا هتبقى ظروف صعبة يعني ولكن اللي بيسهل عليك النادي العليل النهاردة أعتقد يعني النادي العليل هو أكتر سكواد أو أكتر لعبين موجودين في منتخب مصر والحمد لله نهاردة يمتلك سكواد كبير جدا إن شاء الله الموسم اللي جاي فده إن شاء الله يسهل شوية على منتخب مصر بإذن الله سواء في كل المراحل يعني كان منتخب مصر قومي أو الأولمبي لكن الموضوع الحياة شوق جدا وصعب جدا على لعبتنا في الموسم أنا شايفه الأقوى والأطول والأصعب صحيح على كل الأحوال مش هنسبق الأحداث خلاص نحن بتكلم على أيام وينتهي الموسم رسميا إذا ما يعني قدر لنا إن شاء الله لنحن نفوز بكرة على الدخل يبقى عندنا مباراة وحيدة متبقية مواجهة المصري الفرسعيدي في دور التمانية يوم الخميس القادم كل التوفيق لرجالتنا بكرة ونجمنا إن شاء الله بإذن الله فرصة يجب استغلالها لتقديم عرض قوي قبل ما نفنش الموسم فعليا إن شاء الله في دور التمانية بشكرك أشرف نوارت الدنيا كنت وحيشنا ندرسوا عداء إنك نوارتنا النهار شكرك جدا يا أحمد دايما متقلق ودايما سعيد بوجودي معاك تلور الدنيا دايما طبعا كل الشكر لكم على متابعة حلقة النهاردة تستمتعوا بكرة إن شاء الله بوجبك ورويا نتمنى لجملة أهلي يقدموا فيها مباراة كبيرة ونرجع نتقابل إن شاء الله يوم الاتنين في حلقة جديدة من السادسة تحياتي لك